فيما يمكن وصفه بالرد على تصريحات المشر المتفائلة حول مخرجات لقاءة القاهرة الأخيرة ها هو عقل صالح يعيد الأمور إلى مربعها الأول بتأكيده على أن التقاربات بينه وبين المشر ليست مكتوبة وذات طابع لفظي لا أكثر وفيما يخص نقطة الخلاف الأساسية والتي يدندن حولها المشر كثيرا في الآوينة الأخيرة وهي جدلية ترشح مزدوجي الجنسية والحديث هنا يتعلق بحفتر بالضرورة حسم عقيل موقفه وبكل وضوح عندما أكد تمسكه بترشح مزدوجي الجنسية على أن يتنازل المترشح عن جنسيته الثانية بعد فوزه في الانتخابات صراحة عقيل هذه والتي تجعل من نقطة الخلاف حول ازدواجية الجنسية إلى مادة مفصلة على حفتر تكشف أيضا عمق الخلاف بين مجلسي النواب والدولة إلى الحد الذي دفع خالد المشري إلى الرد على ما قاله عقيل عبر منشور ألمح فيه بأن يده ممدودة للتوافق وأن من أراد غير التوافق فلن يحصد إلا سوء النوايا حسب وصف المشري وبين صراحة عقيل صالح في دعمه لحفتر ودعم ترشحه لأي انتخابات مرتقبة من جهة وتلميحات المشري عبر حسابه بفيسبوك من جهة أخرى يرى بعض المحللين بأن التوافق بين عقيل والمشري لا يزال بعيدا وأن اللقاءات السابقة بينهم كانت تسعى للوصول إلى سفقة تقاسم للسلطة لا لوضع حلول للأزمة ترجمة نانسي قنقر